بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في بداية الفصل الدراسي الثاني نهنيكم طالباتنا وطلابنا على النجاح والتفوق رزقكم الله بإذن الدرجات العالية دائما في الدنيا والآخرة راح بإذن الله ندخل على منهج فيزياء ثلاثة وندخل على الدرس الأول في فصل أساسيات الضوء مقدمة الفصل مع التجربة الاستهلالية ما الذي سنتعلمه في هذا الفصل سنتعرف بإذن الله على مصادر الضوء وكيف ينير الضوء من حولنا أيضا سوف نتعرف على الطبيعة الموجية للضوء إذن سوف نثبت أن للضوء خصائص موجية وبعض الظواهر المتعلقة في ذلك مثل ظاهرة الحيود والاستقطاب أهمية الضوء نعرف أن الضوء هو يعتبر أساس من أسس الحياة للإنسان وأيضا مملكة الحيوان والنباتات حيث تعتمد النباتات في بنائها الغذاء على الضوء أيضا على ماذا الحيوانات تعتمد على الضوء في الغذاء وأيضا في ماذا في التكاثر أيضا لعبة دور كبير في إنشاء الحدائق الجميلة والبدن البسيطة والمتطورة إذن لعبة الضوء في حياتنا واضح أثره من خلال تعايش مع الضوء في الليل والنهار أيضا من خلال ماذا أي والشكل الجمالي الذي أضافه إلى الحدائق أو إلى المدن أيضا يعتبر الضوء مصدر رئيسي للتزود بالمعلومات بشكل واسع ودقيق إذن هذه مهمة جدا حيث استطاع الإنسان الاستفادة من الضوء والتعرف على المعلومات التي تحيطه من خلال الاستفادة من الضوء ساهم في تنقية الجو إذن لعب دور كبير في تنقية الجو أيضا حيث طبعا النباتات تأخذ ماذا في أثناء عملية البناء الضوء تأخذ ثاني أكسيد الكربون وبالتالي تساعد في تنقية الجو أيضا ساعدا من قدرات الإنسان الإنتاجية والإبداعية إذن يعتبر الضوء أساس في حياتنا وأيضا إنارة لكوكبنا ويعتبر هو المصدر الرئيسي الذي يزودنا بالمعلومات المتعلقة بسلوك الكون تستخدم مجموعة من المعلومات كاللون والحيود والظل في تفسير الأحداث التي تحصل من حولنا إذن عندنا في مجموعة من الظواهر التي نستطيع ماذا؟ أي وتفسيرها باستخدام الحيود والظل نتعرف عليها بإذن الله في هذا الفصل عندنا بداية الفصل سؤال فكر يمكن التمييز بين المناضيد المشاركة في السباق نهارا من خلال ألوانها ومن خلال الخلفية التي تظهر خلفها السؤال يقول لك إلى ما تعود هذه الفروق في اللون وكيف ترتبط هذه الألوان بعضها ببعض إذن نلاحظ من الصورة أن عندنا مناضيد السباق نلاحظ أن لكل منضاد ألوان تخص به هذه الألوان تختلف من منضاد إلى آخر وبالتالي نستطيع التمييز بين هذه المناضيد من خلال ماذا؟ من خلال الألوان التي يحملها قماش المنضاد أيضا نلاحظ من خلال ماذا؟ أي وعندك السماء أيضا أي ويظهر توضح خلفية وظهورها بألوان هذه اللون أيضا على حسب ماذا؟ أي وعلى حسب الجزئيات الموجودة في الهواء يقول لك السؤال إلى ما تعود هذه الفروق في اللون هنا عندي نلاحظ بقعة مثلا حمراء هنا بقعة تقريبا الصفراء أيضا في بقعة ماذا؟ الخضراء يقول لك ما السبب والاختلاف في هذا اللون؟ أن المنضاد عبارة عن أي وقماش مثلا مثل الكوب والتيشيرت أي مادة عندنا تحمل لون إذن هنا تحمل ماذا؟ أي ومادة ملونة له الأصباق إذن وجود الأصباق في هذا القماش هذا الأصباق لها القدر على ماذا؟ امتصاص الضوء الأبيض إذن تمتص أطوال موجية من محددة من الضوء الأبيض وتعكس الضوء المماثل لها أو المشابه للونها فمثلا هنا يمتصلي الأحمر والأخضر ويعكس الأصفر هنا لاحظ أنه إيش؟ أي وسوف يعكس لماذا؟ الضوء الأحمر فيظهر هذه النقطة بماذا؟ باللون الأحمر إذن تحمل هي مادة ملونة نسميها مثلا مادة ملونة إيش؟ الحمراء مثلا أو المادة الملونة الصفراء أيضا في السماء يوجد ماذا؟ أي يحمل جزئات الهواء تحمل لمواد هذه المواد لها قدرة على تشتيت الضوء بالألوان مختلفة وبالتالي يظهر لي السماء أو تختلف أي وضهه اللي هي الخلفية أو لون السماء في اختلاف ماذا؟ مقدار التشتيت وراح نعرفها بإذن الله بالتفصيل في درس الألوان في هذا الفصل إذن نجاوب على السؤال إلى ماذا تعود هذه الفروق في اللون؟ أن المناضيط قماشها يحمل أي وامتاز إذن الأصباغ الموجودة في قماش المناضيط تمتص ألوان محددة وتعكس أي والألوان المشابهة لها فالبقعة الحمراء إذن عكست للضوء أو اللون الأحمر والصفراء عكست لللون الأصفر والخضراء عكست لللون الأخضر أيضا السبب الثاني عندي ماذا؟ أي وجود جسيمات موجودة في الهواء هذه الجسيمات تعمل على تشتيت أضواء معينة ترددات معينة أكثر من الأخرى إذن مقدار التشتيت يتحكم لي في ظهور اللون سنتعرف أيضا في درسنا اليوم اللي هو على تجربة استهلالية الهدف من هذه التجربة تحديد مسار الضوء في الهواء إذن سوف نصف أي ومسار الضوء في الهواء إذن سؤال التجربة ما المسار الذي يسلكه الضوء؟ ما هو المسار الذي يسلكه الضوء عندما ينتقل في الهواء؟ إذن هذه بالنسبة لتجربة الاستهلالية طبعا عندنا نلاحظ من الصورة أدوات التجربة اللي عندي هنا أيوة واحد مصباح أيضا بطاقة فهرسة بطاقة موجودة بداخلها ثقب ممكن بالقلم نضعيش هذا الثقب نثبت هذه البطاقة إما بسلصال أو بالمشابك إذن هنا اثنين اللي بطاقة الفهرسة المثبتة بواسطة مين؟ المشابك على سطح الطاولة عندي أيضا هنا رقم أربعة أيوة مرآة هذه المرآة سوف تعكس الضوء الساقط عليها إذن هذا بالنسبة لأدوات التجربة المصباح بطاقة فهرسة موجودة بداخلها أيوة ثقب هذه البطاقة محمولة بواسطة مشابك أيضا مرآة مستوية عندنا خطوات التجربة واحد إذن بعد ما نقوم بعملية ماذا؟ أيوة ثقب بطاقة الفهرسة وإيش عند المركز إذن قمنا بعملية ماذا هنا؟ وضعنا ثقب في مركز البطاقة الرقم الثاني أو الخطوة الثانية أيوة كيف ثبتناها؟ أيوة باستخدام ماذا زي ما قلنا مش بكين هذه البطاقة ثبتت بشكل رأسي وليس أفقي موجود على إيش؟ على سطح الطاولة رقم ثلاثة أحد من الزميلة مثلا يقوم بماذا؟ أيوة تشغيل المصباح نلاحظ شغل المصباح وجعل الضوء يسقط على أيوة ثقب إذن وجه الضوء على ماذا؟ على الثقب النقطة الرابعة في الجهة الأخرى من البطاقة يوجد ماذا؟ أيوة مرآة هذه المرآة نجعل الضوء الذي سوف يمر من الثقب يسقط على هذه المرآة إذن الضوء الذي مر من خلال الثقب سوف يسقط على المرآة وإذا سقط عليها أيوة سوف ينعكس فإذا نعكس المفروض أني أرى ماذا؟ أيوة بقع من الضوء في ماذا هنا؟ أيوة في البطاقة إذن أتوقع أنه عندما يسقط الضوء على المرآة سوف ينعكس هذا الضوء وهذا الثقب أو هذا الضوء على من؟ على البطاقة طبعا إذا لم نرى على البطاقة يجب ماذا؟ تحريك المرآة بحيث تستطيع عكس الشعاع الضوءي على البطاقة طيب نشوف الملاحظة صورنا الملاحظة إذن هنا عندنا مصدر شعاع أسقطنا على هذه البطاقة الفهرسة اللي لونها أزرق إذن هنا بطاقة الفهرسة إذن سقط الشعاع الضوءي على بطاقة الفهرسة نلاحظ أن هذه البطاقة موجود داخلها أيوة ثقب إذن موجود داخل هذه البطاقة الثقب في الجهة الأخرى طبعا يسقط على المرآة ثم نلاحظ ماذا؟ أيوة نلاحظ البقعة الضوئية الموجودة على البطاقة التي سوف تعكسها مين هنا؟ أيوة هنا عكستها لي المرآة إذن هنا لاحظنا ماذا وجود؟ أيوة بقعة من الضوئية هذه البقعة حجمها مع حجم الثقب أيوة إذن متساوي تقريبا حجمها مع حجم مين؟ الثقب إذن هنا لاحظنا وجود بقعة ضوئية فعلا على مين؟ على إذن هذه البقعة الضوئية وجدت على مين؟ على بطاقة الفهرسة من الجهة الأخرى هذه البقعة الضوئية حجمها أيوة يساوي حجم الثقب تقريبا هذه البقعة الضوئية من وين؟ عكستها لمين؟ أيوة إذن هنا أيوة نتجت من عكس المرآة المرآة للضوء إذن فعلا لاحظنا وجود بقعة ضوئية على الجهة الأخرى من بطاقة الفهرسة نجاوب على الأسئلة عندنا في التحليل يقولك صف صورة الشعاع الضوئي المنعكس الذي شهد على مين؟ أو الذي شهدنا على بطاقة الفهرسة هنا عندي صورة الشعاع لاحظنا وجود ماذا؟ أيوة بقعة ضوئية فعلا حجمها يساوي حجم الثقب نفسه طيب ما هو المسار الذي سلكه الشعاع الضوئي؟ سقط على المرآة ثم ارتد إذن نلاحظ أنه مسار ماذا؟ أيوة هل هو مستقيم أم منحني هنا؟ لاحظنا إذن فعلا أيوة عكس إذن هنا مسار مستقيم حيث أنا وضعت المصباح والبطاقة والمرآة على إيش مسار مستقيم إذن معناه أن الضوء انتقل في مسار مستقيم إذن جاوب على الأسئلة ما هو وصف لصورة الشعاع الضوئي؟ الذي شهد على البطاقة ممتاز بقعة ضوئية أو نقطة ضوئية بحجم الثقب نفسه كيف ينتقل الضوء؟ أيوة ينتقل الضوء كيف؟ بخط مستقيم إذن هنا ننتبه لها إذن انتقل الضوء بخط ماذا مستقيم؟ هذا الضوء انتقل بخط مستقيم عنده وصل إلى المرآة ماذا حدث له؟ أيوة انعكس إذن انعكسه وانحرف عندما إيش لامسه شيء ما مثل المرآة السؤال في التفكير الناقد هل يمكنك رؤية الشعاع الضوئي في الهواء؟ هل استطعنا رؤية الشعاع؟ هم رأينا فقط النتيجة؟ إذن نلاحظ في خلال التجربة هل رأينا الشعاع الضوئي؟ إذن لم نستطع رؤية مين؟ فعلا الشعاع الضوئي في هذا الهواء لماذا؟ لأن الغرفة لا يوجد فيها ماذا؟ أيوة لا تحتوي على دقائق غبار توضح مسار الضوء لكن إذا في بعض الظواهر أو بعض الأماكن نلاحظ وجود دقائق الضوئي بشكل كافي نمكننا من ماذا؟ رؤية مسار الشعاع الضوئي سوف نعرض صور تخص هذه النقطة إذن نعيد هل يمكنك رؤية الشعاع الضوئي في الهواء؟ هل استطعنا رؤيته؟ إذن لا يمكن رؤيته لماذا؟ فعلا لأنه لا يوجد ماذا؟ دقائق من الغبار الكافي الذي يعكس الضوء على العين إذن هنا نعرف أننا نرى الأجسام متى؟ إذا عكست ضوء أو صدر منها ضوء نستطيع رؤية الأجسام إذن هذا بالنسبة لمن؟ للتجربة الاستهلالية اللي هو حل التحليل والتفكير الناقد عندنا السؤال المهم في هذا الفصل كيف نرى الأجسام؟ كيف نستطيع أن نرى الأجسام؟ متى نراها؟ ومتى لا يمكن رؤية هذه الأجسام؟ عندنا الفيلسوف بيطليموس وقليديس وضع نظرية عن الرؤية كانوا يعتقدون أننا نرى الأجسام أن الشعاع من وين؟ يصدر من العين إذن كان العلماء قديما يعتقدون أن الشعاع يصدر من العين ثم يسقط على الجسم ثم ينعكس ونرى هذا الجسم طبعا هذه النظرية هل تعتقد أنها صحيحة؟ هل نتمكن من رؤيتها لتوافق على هذه النظرية؟ أن الأعين تصدر الشعاع الضوئية وبالتالي نتمكن من رؤية الأجسام؟ عندما نكون موجودة عيننا في غرفة مظلمة هل نستطيع رؤية الأجسام؟ أي ولا نستطيع رؤية الأجسام إذن لو كانت الأعين هي التي تصدر الأشعة لستطعنا رؤية الأجسام في الأماكن المظلمة إذن نوافق أو لا نوافق؟ أي وفعلا لا نوافق على هذه النظرية صححت هذه النظرية من قبل العالم المسلم هو الحسن بن الهيثم العالم المسلم حسن بن هيثم وضع نظريته التي تصف كيف نرى الأجسام كيف نرى الأجسام يقول لك؟ إما أن الجسم هو الذي أي ويصدر الضوء ثم يسقط هذا الشعاع على العين ونتمكن من رؤيته إذن الجسم إما هو يبعث الضوء وبالتالي أي وهذا الضوء اللي صادر من الجسم يسقط على العين ونتمكن من الرؤية أو هو يعكس الضوء الساقط عليه من جسم آخر إذن هنا مهمة كيف نرى الأجسام؟ عن طريق ماذا؟ أي وعكس الضوء الساقط عليها أو عن طريق إصدارها للأشعة الضوئية العالم بن حسن بن هيثم كان يسمى أبو البصريات حيث درس طبيعة الضوء وساهم في ظهور علم أساسي دهو علم البصريات عندنا سؤال كيف يسير الضوء من خلال الشكل الذي أمامنا كيف يسير الضوء؟ نلاحظ الضوء الذي نبعث من خلال السحب يسير منحنا ومسار الذي يسلكه؟ أي وخط مستقيم أيضا الداخل عبر النافذة؟ أي ونلاحظ أنه مسار خط مستقيم كذلك الذي تخلل عبر الأشجار إذن هنا وجود دقائق الغبار جعلتنا بشكل كافي جعلتنا نرى مسار الضوء ولاحظنا أن الضوء هنا يسير أي وفي خط مستقيم إذن كيف يسير الضوء؟ أي ويسير في خط مستقيم كيف أثبتنا ذلك؟ نلاحظ الضوء أي والخارج من بين السحب والأشجار هذه الضوء تسير في خطوط ماذا؟ في خطوط مستقيمة أيضا هناك ظاهرة أثبتت أن الضوء يسير في خطوط مستقيمة نلاحظ هنا عندي جسم أنا لكل جسم ماذا يوجد؟ أي ويوجد له ظل إذن لكل جسم ظل طيب عندما قمنا بوصل نقاط بين الجسم والنقطة المناظرة له في الظل إذن وصلت أنا نقاط بين الجسم وظله لاحظنا أن الضوء هنا يسير في خط كيف؟ أي ولما وصلناها ورسمناها لاحظنا أن الضوء يسير في خطوط مستقيمة إذن فعلا ظاهرة الضل تثبت أن الضوء يسير في خطوط مستقيمة إذن كيف يسير الضوء في خطوط مستقيمة؟ كيف نثبت ذلك من خلال؟ ملاحظت هنا لي؟ أي واشعة الخارجة من السحب والأشجار وأيضا من خلال ظاهرة الضل عندنا سؤال يقول لك هل يمكن للأجسام أن تسبق ظلها؟ إذا دائما لكل جسم ظل مهما كانت سرعة الجسم هل يمكن أن يسبق ظله؟ فعلا لا يمكن أن يسبق ظله لماذا؟ سرعة الضوء لو قارن سرعة الضوء بسرعة الجسم سرعة الضوء أي وعالية جدا تبلغ ثلاثة في عشرة أو ستمانية متر لكل ثانية إذن في الثانية الواحدة يسير الضوء بسرعة كم؟ أي وثلاثة في عشرة أو ستمانية يعني جنب الثلاثة كم صفر؟ ثمان أصفار يعني أكثر من لو نقول ستة صفار إذن ثلاثمائة مليون متر لكل ثانية إذن سرعة الضوء تعتبر هائلة جدا إذن لا يمكن أي والأي جسم أن يسبق ظله لماذا؟ لأن سرعة الضوء كبيرة جدا عندنا السؤال لقضاء صح أم خطأ أمام الجمل التالية مع تصحيح الخطاء وجد يمكن للضوء أن ينحرف عن مساره؟ يمكن للضوء أن ينحرف عن مساره؟ كيف ينتقل الضوء؟ ينتقل ممتاز في خط مستقيم إذا سقط على سطح المرأة؟ ماذا حدث له؟ أي وانعكس وانحرف عن مساره إذن هذه الجملة تعتبر فعلا جملة صحيحة السؤال النقطة الثانية نتمكن من رؤية الأجسام عندما تصدر منها أشعة ضوئية إذن كيف ننرى الأجسام؟ هل تصدر من الأعين أم من الأجسام؟ أي وفعلا الأشعة الضوئية تصدر من الأجسام وبالتالي نتمكن من رؤيتها إما هي بعث الضوء من ذاتها أو عكست الضوء إذن هذه الجملة أيضا أي وتعتبر جملة صحيحة عندنا السؤال أختار إجابة صحيحة لا يمكن لجسم مهما كانت سرعة أن يسبق ظله وذلك لأن الضوء لماذا لا يمكن لجسم أن يسبق ظله؟ هل لأن الضوء له طاقة عالية؟ أم لأنه له سرعته عالية جدا؟ أم يسير بخطوط مستقيمة؟ أم يضيء الأجسام؟ إذن فعلا لأن الضوء أي وله سرعة عالية لذلك لا يمكن له أن يسبق ظله أيضا في أسئلة في التقويم الفصل صفحة 34 يقول لك السؤال 21 لا ينتقل الصوت خلال الفراغ؟ فكيف نعرف أن الضوء ينتقل في الفراغ؟ الضوء ينتقل بخط مستقيم وينتقل في الفراغ كيف عرفنا أن الضوء ينتقل في الفراغ؟ الشمس موجودة في الفضاء ويصل الأشعة الشمس إلى الأرض عبره أي عبر هذا الفراغ وبالتالي وصول ضوء الشمس من الفراغ يعتبر أي ودليل على أن الضوء ينتقل في الفراغ بينما أصوات الانفجارات في الكون لا نسمعها إذن هنا الصوت لا ينتقل في الفراغ السؤال الثاني يقول لك وضح كيف يمكن رؤية الأجسام العادية غير مضيئة كيف نستطيع رؤية الكتاب والقلم والكرسي في أي غرفة طاولة عندما أي وتعكس الضوء الساقط عليها إذن نستطيع ماذا رؤية هذه الأجسام إذن في جزئية اليوم تعرفنا على نقطة مهمة اللي هي كيف نرى الأجسام عنده صدور أشعة ضوئية منها أي شواء سقوطها على العين نستطيع ماذا رؤية هذه الأجسام إما أنها تبعث من ذاتها أو تعكس الضوء الساقط عليها وتعرفنا على النقطة الثانية المهمة كيف يصير الضوء يصير ممتاز في خطوط مستقيمة كيف اثبتنا ذلك من خلال ظاهرة ممتاز الظل وأيضا من خلال الأشعة التي عبرت النافذة مثلا أو السحب أو الأشجار هنا نكون انتهينا في جزئيتنا لهذا اليوم بإذن الله نكمل في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته